بسم الله الرحمن الرحيم اتكلمنا في الـ أو التوزيع الاحتمالي المنفصل تعالوا نتكلم على أو التوزيع الاحتمالي المتصل أو المستمر هنأخذ عليه مثال التوزيع الطبيعي ايه القانون بتاعه Z equal X minus U over sigma الـ X دي أنا حسألك عليها الميو اللي هو المين السيجمال ستاندر دي بيشن ثم النورمال ديستريبيوشن ده بياخد شكل الكرس لو نزلت عمود من القمة الى القاعدة ينزل عند الميو اللي هو المين العمود ده بيقسم الشكل الواحد الصحيح ده الى نصين متساوين بالضبط 0.5 والبي هنا 0.5 خد بالك هنا عند الميو تحت بقى في المين اي رقم اكبر من الميو يتحط على يمين اي رقم اصغر يتحط على الشمال يعني مثلا ميو لو بـ 100 يبقى 110 120 130 وهكذا يتحطوا يمين لانهم اكبر من الميو كده لو الرقم 90 80 70 وهكذا يبقى يتحطوا على الشمال لانهم حيبقوا اقل من الميو مش لازم الميو بمية انا بقول for exam طيب اخد بالك الفورمولة اللي انا قلتها اللي يزد اكسا مايناس ميو على سيجمة الناتج اللي هيطلع دوت هدور عليه في البيم من الجداول مش انا عاوز في الاخر طب اجيب البيم منين من الجداول الجداول بتاعة الزد بتاعة النورمال ديستريبيوشن احنا مصورنها طيب edges are normally distributed ما هوني لازم حيوذكر صراحة ان دا normal distribution with mean mu equal 20 and standard division sigma equal 4 خد بالك ان الميو والسيجمة دور حيفضلوا سبتين معانا طول المسألة طيب وبعدين انا طالب اخترت عشوائي what is the probability that he is between twenty and twenty seven years وعمال بقى اغير في ال اكس كل شو يعني الست مطاليب دول twenty five or more fourteen or less seventeen or more between fifteen and twenty four between twenty five and third كل اللي دي مطاليب عمال اغير في ال اكس لكن الميو والسيجمة سبتين طول المسألة الميو بتويني اوعى تنسى وان السيجمة بفور مطلوب الاولان between twenty and twenty seven تعالوا نرسم الرسمة احنا قلنا بتاخد شكل الجرس نحط على الميو هنا بتويني وبعدين عند التويني سيفن نحطها على يمينها لان احنا قلنا اي رقم اكبر من الميو تحطها على يمين تعالى نظل للمسافة ما بين twenty and twenty seven طيب تعالوا نطبق الفورملا اكس مينس ميو على سيجمة الاكس بتويني سيفن الميو بتويني والسيجمة فور انا قلتلك ان الميو والسيجمة حيفضلوا سبتين طول المسألة يطلع one point seventy five طب ايه one point seventy five دي عاوزين نطلحها من الجداول بتاعة الزد بصة هنتلحها ازاي على فكرة الزد دي لازم تبقى two decimal تعالى ناخد one point seven اللي هو الانتيجر number مع اول decimal نخليهم على شمالنا في الجدول بصة على الجدول الفايف هتبقى فوقية اللي هي o point o five يعني الانتيجر مع اول decimal على شمالي الديسيمال التاني هيبقى فوق هشوفه من فوق تعالوا ننزل كده لغاية ما نعمل انترسيكشن ما بين الone point seven مع الفايف هيطلع o point four five ninety nine هي دي البي خلاص المسألة خلصت لو عاوزها percent يعني forty five point ninety nine percent يعني اللي عمرهم بين عشرين وسبعة وعشرين سنة يمثلوا خمسة واربعين تسعة وصعين من المية في المين مطلوب التاني twenty five or more برضو الميو بتويني تعالى نرسم كل مرة هنرسم الرسمة التويني فايف تبقى علي منها بس اور مور يعني انا حظلل الجزء اللي اقصى اليمين اقصى اليمين هو ده اللي حيتظلل برضو هنطبق الفورملا اكس ميناس ميو على سجما اكس بتويني فايف الميو بتويني ديفايد فور اللي هي السجما يطلع one point twenty five تعالى نكشف في الجدول عندي ازاي one point two على شمالي ونقف ايه oh point oh five اللي هو الدسمال التاني ونعمل انترسيكشن بينهم نلاقيها oh point three nine four four بس مش هي دي اللي انا اعاوزها تقولي ليه تعرفوا احنا جبنا ايه جبنا ال probability بين twenty و twenty five لان القانون بيقول كده twenty five minus twenty مش دي الفورملا بتقولي كده بس انا مش عاوز الحتة دي لانا عاوز الحتة اللي جنبها اللي هي بقية النص يبقى من الاول العمود اللي والميول لغية الاخر احنا قلنا في الاول خالص probability o point five اهي يعني الحتة دي كلها بس انا عاوز الحتة دي صح اهي كل دي انا عاوز لكن بصوا في اللي فاتت انا كنت عاوز دي اهي فعلى طول بعد ما خلصت لقيت اللي النتيجة طلعت هي دي خلاص لكن بص انا المرة دي انا مظل ايه طي احنا احنا قيلين ان من اول الخط ده لغية الاخر كل ده او point five احنا قلنا العمود بيقسموا النص ين متساوين تعال ناخد او point five منus اللي طالع او point three nine four four يطلع percent لو انا عاوز هاي بشكل percent طي ما فهمش يركز في اللي بعدها المطلوب التالت عاوز fourteen or less احنا قلنا الميو بتويني مفيش كلام الفورتين اقل منها تتحط على الشمال بس fourteen or less بص انا عاوز اظل ايه انا عاوز الحتة دي انا عاوز الحتة دي تعالوا نطبق الفورملا اكس ميناس ميو على سيجما احنا اتفقنا الميو والسيجما سبتين طول المسألة مفيش كلام طيب تعالوا كده نطبق القانون هيطلع نيجاتي one point five zero لازم تطلع حالي two decimal طيب تقول لي وانت جبت zero منين هو لو ما نحط zero على يمين العلامة يفرق ولا يفرق بس المهم تفرم معنا الاشار الاشارة دي طلعت نيجاتي فعشان انا واخد هنا الاكس تبق شمال مشي مين ولا تعنين في شيء تعال ناخد one point five zero او هتنسى zero ده انا حطه من عندي عشان يبقوا اتنين داسمة وانت zero ده ملوش قيمة اصلا هنكشف عند one point five نطلع لغاية ما نلاقي فوقين او point zero zero ده اول كولم على طول مش هنمشي كتير هيطلع او point four three three two بص في جداول الزد عشان تعرف ازاي بنطلع هذا الرقم بس خد بالك اللي احنا جبناه ده اللي هو مساحة ما بين fourteen وانت 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 اللي هي دي اللي هي دي لكن انا مش عاوز دي انا عاوز دي تعالي احنا عارفين من اول العمول لغاية الاخر كل ده او point five يبقى نطرح او point five minus اللي طلع تدينا الحتة اللي احنا عاوزين هدي اهي يبقى او point five minus او point four three three two يطلع او point oh six eight يعني six point six eight percent مطلوب الرابع seventeen or more اهي نرسم الرسمة seventeen or more يعني نحط twenty برضو هنا ونرسم رسمة الجرس دي ال normal distribution seventeen اقل اللي تتحط هنا عاوز seventeen or more يعني عاوز كل ده كل ده اهو كل الحتة دي كل واحد يوقف عند twenty لو انا كنت عاوزك توقف عند twenty كنت هقول لك وقف عند twenty لكن انا بقول لك seventeen or more تاخد كل اللي بعد تعالوا نطبق الفورم اكس مينس ميو على سجمة اوعى تنسى ان الميو بتويني والسجمة فوردور سبتين طول المسألة seventeen minus twenty divided four يبقى negative 0.75 نجلكت the sign تعال نكشف عنها في الجدول 0.7 تبقى على شمالي ما انا باخد الانتجر مع اول decimal ثم فوقية يبقى الديسمل التاني اللي هو 0.05 يطلع كام بص في الجداول الزاد 0.2734 ما الجداول دي انا حدها لك في الامتحان طيب بس اخد بالك الرقم اللي طلع ده هو between seventeen and twenty يعني هي الحتة دي فاقت تقول الله طبعا الفين دي فهي دي انا عارفها اصلا اللي 0.5 تعال اللي طلع نجمع علي 0.5 تطلع 0.7734 مطلوب الخامس عاوز between fifteen and twenty four نرسم الرسمة الميوب twenty الرسمة شكل الجرس هناخد الففتين تبقى على شمالنا لانها اقل من twenty twenty four علي من عشان هي اكبر من twenty يبقى احنا عوزين هذه المساحة اه احنا عوزين دي كل دي دي مش هقلر اجيبها على مرحلة واحدة لازم اجيبها على مرحلتين تعالوا ناخد اي واحدة فيهم الاول مافيش مشكلة طبعا تعالوا ناخد الففتين والتويني تعال ففتين ماينس مينس تويني ديفا تويني والفرد سبتين طول المسألة ناجتف وان بوين تويني فايف النجلك دا سايد يبقى تعالوا نشوف وان بوين تويني فايف مجدا وان بوين تو تبقى على شمالي وو بوين تو فايف فقية نشوف الانترسيكشن حصل بينهم في كام هيحصل او بوين ترين ناين فور تعال الجزء العليمين تويني لغاية تويني فور زد ايكوال تويني فور مينس تويني ديفايد فور ايكوال وان بوين تو او او لازم اتفقنا ان الزد اطل اللاحة داسمال عشان اقدر اكشف عليها في الجدول هناخد وان بوين زيرو على شمالي ونبتو الصفقية عشان ناخد الزيرو اللي هو اول كولم على طول يطلع ايه رأيك بقى جبنا دي الوحدها وجبنا دي الوحدها تعال نجمحهم على بعض او بوين ثري ناين فور فور بلاس او بوين ثري فور وان ثري تطلع او بوين سبن ثري فايف سبن يعني سبنت القانون ما بيقولش اكس مينس اكس على سجما بيقول اكس مينس ميو على سجما يعني عشان كده لازم كل مرة ادخل الميو في الموضوع المطلوب الاخير between twenty five and thirty اه نرسم الرسمة بتاعتنا وميو بتويني في النص twenty five علي منها والثيرتي برضو علي منها لان الاتنين اكبر من الميو اكبر من التويني يبقى احنا عاوزين ايه عاوزين هذه المساحة اه تيجي نجيب مساحة ال twenty five نجيب مساحة ال twenty five بال twenty وعلاقة الثيرتي بال twenty يلا ماهو لازم ادخل الميو في الموضوع تعالى نجيب الاول twenty five و twenty اي حاجة تجيبهم الاول طبعا twenty five minus twenty divided four هتطلع one point twenty five نكشف في الجداول one point two فقية او ونجيب الانترسكت اللي بينهم يطلع او بوين ثري ناين فور فور ثم تعالوا نرجع نجيب المسافة ما بين الثيرتي وال تويني يبقى ثيرتي ماين از تويني ديفايد فور تو بوين تو زيرو لازم الزد تبقى تو داسمال تعالى ناخد two اللي هو اول كولم يطلع او بوين تو ناين ثري ايت تعالوا بقى نطرحهم من بعض عشان نجيب اللي في النص بينهم الكبير طبعا ناقص الصغير او بوين تو 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 يعني ناين بوين تو برسنت طبعا لازم الكبير ناقص الصغير لان عمره ما هيطلع بالنيجاتف لا يمكن البرابيليتي ما بين الزيرو وما بين الone شكرا شكرا